اهلا بيكو في حاجة ديما الومني فيرس ووتشور النهار دا هنتكلم على ايفنت ديزني هنتكلم على كل الاخبار اللي فيه المتعلقة بمارفل الايفنت دا الاول خاص بشركة ديزني اللي هي الشركة الام بتاعت مارفل دا بتعمله عشان تتكلم فيه مع المستثمرين عن كل خططها للمشاريع الجاية اللي هي ناوية تعملها ومش بس مارفل لأ كل حاجة بما فيها ستار وورز ونشن جيوجرافيك والافلام بتاعتها نفسها بتاعت ديزني وبكسار وغيرها دلوقتي بالنسبة للمارفل هم اعلنوا عن 25 عمل فني افلام ومسلسلات منهم عشرة سنة 2021 هم تريبا بيحاولوا عوضونه عن ما كانش فيه اي حاجة سنة 2020 انت العشر اعمال اللي عندك سنة 2021 انت عندك في شهر يناير حيبقى فيه مسلسل واندا فيجن بعد كاف مارس حيبقى فيه المسلسل بتاع فالكن وونتر سولجر في مايو فيه المسلسل بتاع لوكي وفيه برضو الفيلم بتاع بلاك ويدو وبعد كاف يوليو فيه فيلم تشانج شي وفيه برضو مسلسل واتف بس مش معروف بالزبط حيبقى متى بس هو هتقلل ان هو حيبقى في نص السنة وبعد كاف شهر نوفمبر حيبقى فيه فيلم اترنالز وفيه برضو مسلسلات تانية زي هوك اوي وميس مارفل برضو حيبقى في اخر السنة ومش معروف الشهر ايه بالتحديد واخيرا في شهر ديسمبر انت هيبقى عندك فيلم سبيدر من سري بعد كنت عندك سنة 2022 حيبقى في شهر مارس فيلم دوكتور سترينجي مالتي بيرسوف مادنس بعد كاف شهر مايو حيبقى فيه فيلم اللي هو سور لافان ساندر بعد كاف يوليو فيلم بلاك بانس هر 2 بعد كده في نوفمبر كابتن مارفل 2 واخيرا في شهر ديسمبر حيبقى انت عندك فيلم قصير لحراس المجرة اسمه في اعمال تانية لسه متحددش هي هتبقى متى بس تم التأكيد انها خلاص هتتعمل ده عندك مسلسل اللي هو ارمور وورز وفيه ايرون هارت فيه شي هالك مون نايت فيه مسلسل اسمه سيكريت انفيجن جديد لسه تم الاعلان عنه وفيه ايام جروت وفيه اربع افلام دول فانتاستيك فور وبليد وعندك فيلم اسم كوانتام مانيا واخيرا عندك جارديونز وفزا جالاكسي سري تبديل عروض بتوقيت هنيجي للاخبار بقى انت عندك اول حاجة مسلسل واندا فيجن نزله تريلر جديد وعرفنا ان المسلسل ده هيترتب عليه فيلم سبايدر مان سري وفيلم دكتور سترينج 2 ده بيأكد الكلام اللي اتقلب لكده ان دلوقتي مارفل ماشي في اتجاه المالتيفيرس وده بيتزمن مع الاخبار ان مارفل وسوني اتفقوا بالفعل مع الممثلين اللي قاموا بأدوار الكترو ودكتور اكتوبوس دلوقتي المالتيفيرس جاي جاي بعدك احنا ممكن نروح لفيلم دكتور سترينج مالتيفيرس وفمدنس احنا عارفين ان واندا هتظهر فيه فيه شخصية تانية جديدة من الكوميكس اعتظر فيه اسمها مس امريكا امريكا تشافز دي واحدة بتعرف تتنقل ما بين الابعاد وبتسافر عبر المالتيفيرس وهي بتستطيع الطيران وهي قوية جدا وسريعة جدا وهي من المجتمع الالجي بي تي عايزين يحطوا شخصية جديدة بقى في مارفل متعلقة بالموضوع ده بعدك احنا ممكن نروح لفيلم سبايدر مان سري احنا عرفنا ان الفيلم هيبقى اسمه برضو حاجة هوم زي الفيلمين اللي بلي كده كان فيه هوم كامنج وكان فيه فار فروم هوم وبردو زي ما قلنا كان فيه اشعاعات بتقول ان هم دلوقتي سوني ومارفل في مباحثات متقدمة مع اندرو جارفيلد و توبي ماجوير ان هم يعيدوا احياء دورهم كسبايدر مان في فيلم سبايدر مان سري ويقال ان راين رينولز هيقوم بكاميو او لقطة صغيرة كديد بول برضو في الفيلم ده بعدك انت عندك مسلسل وط اف وانزله تريلر ده هيبقى مسلسل من عشر حلقات بيتكلم حوالين حبكت ماذا لو الاحداث كانت مشت في طريق عكس اللي احنا شفناه يعني مثلا ماذا لو كانت ايجاند كارتر كانت هي اللي اخدت معادلة الجند الخارج بدل عن ستيف روجرز ماذا لو كانت شاء الله هو بقى ستار لورد حاجات زي كده المسلسل ده هيحكيه هيبقى بصوت جيفري رايت بعدك انت عندك مسلسل لوكي شفنا فيه الممثل اللي هو اوان ويلسون بدور احنا مش عارفين هو ايه حتى الان وتقريبا المسلسل هيبقى ليه علاقة بالتيفي ايه اللي هي اللي هم هيعقب لوكي على برايمه في عبر الطايم لاين باستخدام التساركت بعدك احنا ممكن نروح لمسلسل شي هالك احنا عرفنا ان الممثل تيم روس هيعيد احياءة دور بتاعه ابو نيشن اللي قام به فيلم انكريدابول هالك سنة 2008 برضو الممثل مارك رافلو اللي هو قايم بدور هالك برضو هيظهر ويقال ان فيه شخصية غير متوقعة هتظهر جوه المسلسل وفيه ناس بتخمن ان ده ممكن يكون ماسيو موردك اللي هو دير ديفل بعدك انت عندك فيه فيلم اللي هو حراس المجرة سبيش الهوليدي ده هيبقى فيلم قصير هيخرجه جيمس جن اللي هو نفس المخرج اللي عمل حراس المجرة واحد وحراس المجرة اتنين وحيعمل برضو الجزء التالت اللي يقول انه هو هيبقى ساعة 2021 بس محدش لسه متأكد فيه برضو مسلسل هيبقى اسمه ايام جروت بيتكلم حوالين بيبي جروت هيبقى مسلسل صغير مسلسل ميس مارفل هيبقى اول عمل فني سوبر هيروز البطل بتاعه يبقى مسلم اللي هي كمالة خان وعرفنا برضو ان مسلسل مون ميت المخرج بتاعه هيبقى واحد مصري اللي هو محمد دياب هنروح بعد كده على مسلسل أرمور وورز البطل بتاعه هيكون مورمشين بيتكلم حوالين الكابوس اللي كان عندي توني ستارك اللي هو ماذا لو التكنولوجيا بتاعت وقعت في الاياد الخاطئة بعد كده هنروح لفيلم سور لفنسندر عرفنا ان الممثلة اللي قامت بدور لدي سفة هتعيد احياء الدور بتاعها تاني والممثل الكبير كريستيان بيل هيظهر بدور شخصية جور زجاد بوتشار بعد كده هنروح لفيلم بلاك بانسر تو وعرفنا ان هو قراره خلاص ان هما مش هعملوا ريكاست لشخصية اتشاء الله احتراما وتكريما لشدوك بوزمن واسبك العادة هيظهر شخصيات زي هانك بيم وكيسي لانج وشخصية كانجزا كونكرر بعد كده هنروح لمسلسل اللي هو سيكريت انفيجن هيبقى من بطولة نيك فيوري بيتكلم حوالين الغزو بتاع السكرالز بعد كده ممكن نروح لفيلم فانتاستيك فور عرفنا ان المخرج بتاعه هيبقى المخرج بتاع السلسية الحالية بتاع سبيدر مان نروح بعد كده برضو على مسلسل فالكون وانتر سولجر نزله تريلر وحسينا كده انه هو الى حد ما فيلم متقسم على حلقات اكتر ما هو مسلسل مسلسلاته اي واي ايرون هارت حيقدمه شخصيات نسائية شبابية زي ريري وليامز وزي كيت بيشوب فيلم كابتن مارفل 2 هيظهر فيه ميس مارفل اللي هي كمال لخان الجدير بالذكر ان كل مسلسلات مارفل هتتعرض على قناة ديزني بلس وعشان تشوف الافلام لازم تتفرج على المسلسلات الاول هم بيحاولوا يكبروا الناس ان هم تشترك في قناة ديزني بلس انا كنت عملت حلقات عن معظم الاعمال الفنية الـ 25 دول فيه كم واحد جديد لسه تم الاعلان عنهم هيتعملهم حلقات تانية ان شاء الله بس كده دي كانت مراجعة سريعة للإفنت بتاع ديزني انفستور دي انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنس انت ايه اكتر فيلم او مسلسل انت متشوق ان تشوفه ويه رأيك في الخطة بتاعت مارفل للسنين اللي جاية انت متفائل ولا لأ احنا الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير لو انت مش عمد سبسكرايب اعمل وما تنساش تضرب الجرس